السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وكانوا لنا عابدين بعض الناس تجد له همة في التعليم والدعوة ثم ما يلبث أن تنطفئ تلك الهمة يصيبه الفتور فينصرف عن الدعوة والعلم بالكلية ومن الناس من تجد له مسؤوليات جسام وأعمال عظام متعلقة بمشاريعه في الدنيا فما يلبث أن تتحول تلك المشاريع والأعمال إلى سبب رئيسي في أمراضه النفسية والبدنية فما يخرج عنها إلا وقد أهلكته الأسقام وكثرت عليه الأوجاع ويتمنى الخلاص والفكاك نسي هؤلاء أنهم تخلوا عن أمر في غاية الأهمية سيزدهم قوة إلى قوتهم يبدل خوفهم أمنا تقوى عزائمهم يشتد عودهم لتجد الهرم ابن الثمانين عام كأنه ابن عشرين لفرط نشاطه وقوته ألا إن هذا الأمر هو عبادة الله تعالى نحن نقرأ أيها الأحبة في كل يوم عشرات المرات سورة الفاتحة من أعظم أسرار هذه السورة أنها تعلمنا الاستعانة بالله والاستقامة على دينه هذين الأمرين وهما الاستعانة والاستقامة الناشئة عن عبودية الله تعالى هي سر قوة المؤمن تضفي لعمره عمرا جديدا فيصبح بستانه وسعادته في صدره وفي قلبه يحمل السعادة أين مرتحل سواء كان في القصر أو كان في القبر أو كان في المشفى أو كان في السجن أو في الحرب أو في السلم لا يشقى ولا يذبل يقول الله تعالى في بيان أهمية الاستعانة بطاعة الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بخلاف من فرط والتهى عن طاعة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى شيخ الإسلام الذي تكلمنا في الحلقة الماضية عن قامته العلمية السامقة على اختصار في ظنه أخلى بإعطاء تلك الشخصية حقها ولم نستوفي حقها سره وسر همته ونشاطه قوة تعبده لله تعالى يقول البزار أحد تلاميذه أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغله تشغله عن الله تعالى ما يراد له لم يجعل لنفسه شاغله تشغله عن الله تعالى لا من أهل ولا من مال يقول كان في ليلة متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ظارعا مواضبا على تلاوة القرآن مكررا لأنواع التعبدات الليلية وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس صلاة الفجر يأتي بسنتها قبل اتيانهم إليها وكان إذا أحرم بالصلاة يعني كبر تكبيرة الإحرام لشيخ الإسلام يقول تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله يمنة ويسرى فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عز وجل هو ومن حضر بما ورد من الأدعية والأذكار التي تقال دبر الصلاة ثم يدعو الله عز وجل يقول البزار وكنت قد عرفت عادته أنه لا يكلم أحد إذا جلس بعد صلاة الفجر لا يكلم أحد لغير ضرورة فلا يزال في الذكر حتى يسمع نفسه وربما يسمع ذكره ذكره من كان إلى جانبه مع كونه في خلال ذلك يكثر تقليب بصره نحو السماء هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي وبعضهم يقول أنه يجلس في هذا الموضع إلى أن ينتصف النهار وهو في ذكر لله عز وجل يقول شيخ الإسلام عن هذه العبادة التي يحافظ عليها وهي الجلوس بعد صلاة الفجر في المصلى يقول هذه غدوة لو لم أتغد لسقطت قواي هذه الجلسة هي سر من أسرار قوة شيخ الإسلام ولهذا لاحظ ذلك بعض تلاميذه فحرصوا أن يعرفوا ما في هذه الجلسة يقول البزار كنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرا من الليل وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ فرأيته يقرأ الفاتحة هذه الفاتحة التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة يقرأ الفاتحة ويكررها يقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها وهنا مكمل القوة أن الفاتحة تلك السورة العظيمة التي هي من دواء المسلم وعلاجه وركن صلاته من أجمل معانيها الاستعانة بالعبادة والاستقامة فلا تعجب من ذلك أن تكون هذه غدوة شيخ الإسلام وغذاء روحه يقول ابن الوردي صليت خلفه التراويح في رمضان كيف صلاة التراويح خلف شيخ الإسلام كانت قراءته خشوعا اليوم الناس تبحث عن الذي ينتهي من الصلاة مبكرا من صلاة التراويح كانت قراءته خشوعا وعلى صلاته رقة حاشية تأخذ بمجامع القلوب ابحث عن المكان الذي تصلي فيه بخشوع أما عن يقينه بالله ولا شك أن هذا اليقين الذي عند شيخ الإسلام إنما اختسبه من كثرة دعائه وتضرعه لله عز وجل قال مرة في حربه للسلطان حرب السلطان ضد التتار اثبت فأنت منصور فقال بعض من حول السلطان قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وإذا رأى منكرا في طريقه شيخ الإسلام أزاله وإذا سمع بجنازة وهذه من العبادات سارع إلى الصلاة عليها وتأسف على فواتها وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فيصلي عليها ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في أفتاء الناس وقضاء حوائجهم ويصلي الظهر حتى يصلي الظهر مع الجماعة وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر والأنثى وقد يعني واسعى على كل من يلد عليه من الناس يرى كل منهم في نفسه أنه لم يكرم أحدا بقدره من احترامه وأخلاقه رحمه الله تعالى ثم يصلي المغرب ويتطوع بما يسر الله له ويقرأ بعد ذلك ويشرح في دروسه ويقول تلاميذه يفيدنا بالطرائف ويمدنا باللطائف حتى يصلي العشاء ثم بعدها كما كنا وكان من الإقبال إلى العلوم إلى أن يذهب فيهوي في الليل إلى فراشه وهو أيضا لا يزال طيلة يومه ذاكرا لله عز وجل انظر حينما يكون العبد كل يومه لله عز وجل أيضا كان في كل أسبوع يزور البارمستان وهو المستشفى يزور المرضى يعني هذه عبادة نغفل عنها وقد يكون هجرها كثير من الناس زيارة المرضى فسبحان الموفق من يشاء لما يشاء كان رضي الله عنه مع شدة تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها كان شيخ السلام فقيق وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجد منها قليلا أو كثيرا ولربما اقتطع من عمامته فيكسو بها غيره ولربما خلع من قمصه فيعطي بها غيره كرما وجودا وهذه من سماحته ووجوده رحمه الله كان إذا ورد عليه فقير وآثر المقام عنده يعني يؤثره بالأكل رحمه الله تعالى يقول أحد أحد العلماء كنت جالسا بحضرة شيخ الإسلام بن تيمية فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل فقطعها نصفين واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل ولم يحتشم للحاضرين عنده يقول البزار وحدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان مارا يوما في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه فنزع ثوبا على جلده ودفعه إليه وقال بيعه بما تيسر وأنفق واعتذر إليه من كونه لم يحذر عنده شيء من النفقة هذا من المبالغة وعدم اكترافه لهذه الدنيا إنما يحب ما يقربه إلى الله تعالى يجود بالميسور كائنا ما كان وهذا من أبلغ ودلالة على إخلاص العمل لله عز وجل شيخ الإسلام في الحقيقة يحتاج برنامج بكامله بكامل برنامج مخصص لشيخ الإسلام من تيمية بحلقات مفردة عنه أسكنه الله عز وجل فسيح جناته ألقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته